على عالم سيواجه حتما انتشارا جديدا لفيروس الانفلونزا ناقص خطر دقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفش محتمل للفيروس فيروسات الانفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب نحو مليار إنسان كل عام في موسم انتشارها ومن بين حالات الإصابة هناك ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة ما بين مئتين وتسعين ألفا وستمائة وخمسين ألف شخص كل موسم لكن هناك فارقا بين الانفلونزا الموسمية المعروفة باسم النزلة الوافدة التي تنتقل عن طريق الرذاذ وهي في معظم الحالات يعالجها الجسم من تلقاء نفسه وبين تفشي الفيروس عالميا والذي يصيب نسبة كبيرة من السكان ويحدث بشكل غير منتظم على النقيد من الأوبئة الموسمية ولا يوجد أي تأثير من مناعة الجسم على السلالات الجديدة ولذلك يمكنها الانتشار بسرعة عالية وإصابة عدد كبير من البشر منظمة الصحة العالمية أوضحت أن هناك مراحل يمر بها انتقال الفيروس من إصابة فردية إلى وباء عالمية تبدأ غالبا بإصابة الحيوانات ثم تنتقل إلى البشر وبعدها بانتقاله من شخص إلى آخر مسببا انتشارا حول العالم ونتج أحدث تفشي للإنفلوانزا عن فيروس H1N1 الذي انتشر في أرجاء العالم خلال عامي 2009 و2010 وبلغ معدل الانتشار واحدا من كل خمسة من سكان العالم وبالرغم من الجهود الدولية المبدولة للحيلولة دون انتشار فيروس الإنفلوانزا لم يمنع ذلك انتشار المرض لسيما أنه لا يوجد علاج حتى الآن لهذا الفيروس نظرا لتحوراته السريعة فضلا عن أن الأدوية الموجودة تركز على الحد من الأعراض حتى تختفي الفيروسات بنفسها بعد أيام كما أن بعض هذه الأدوية قد تحد من ردود فعل جهاز المناعة الأمر الذي يهدد بتسلل أمراض أكثر خطورة اشتركوا في القناة